زي ما قلت لحضراتكم قبل فاصل 13 لعبة النادي الاهلي بيرعاهم الحقيقة وبيقدم كوادر سواء لعبين أو أجهزة فنية أو مدربين لمنتخبات مصر وده طبعا مسؤولية النادي الاهلي يعني الوطنية أنه بيرعى هؤلاء الأبطال يعني وده أكيد بيكون يعني في الأول الآخر هي مصلحة المنتخبات من الاتحادات الحقيقة أو من العلعاب اللي يعني متوقع لها أداء جويس في الأولمبيات هي الرماية الحقيقة الرماية للأربع سنوات اللي فاتت أو الثلاث سنوات عمر الاستعداد للأولمبيات الحالية الرماية شغالة كويس بشكل جيد وطلعت لنا مجموعة من الرماية جيدين في كل نشاطات الرماية ومتوقع لها وأنا أتمنى على المشتوى الشخص الحقيقة أنه يحققوا حاجة ميداليا ليه لأنه يعني هم كانوا نموذج للأداء ونموذج للشغل الجيد والإعداد الجيد فتمنى أن مجهودهم ده يكلل في النهاية بميداليا من ضمن الاستعدادات لبطولة العالم من الرماية كان فيه بطولة الجائزة الكبرى اللي بتتلاعب في المغر وشارك مجموعة من اللاعبين المصرين أو الرماية المصرين ونجحنا الحقيقة أنه نحقق فضية وذهابية وفضية في هذه البطولة وده كان أحسن إعداد للبطولة عمر أكيد لعب منتخبنا الوطني اللي استطاعنوا يحقق الميداليا الذهابية وكانت فيه منافسات 25 متر مسدس يعني سريع وده كانت أول ميداليا حققها منتخب مصر أو لعبة مصر في هذه البطولة وقدر زميله في المنتخب إبراهيم كريم عمر كريم صح؟ يعني أنا قلت الإسمه مظبوط لا إبراهيم كريم أنا أعسف إبراهيم كريم إبراهيم كريم ده اللاعب المصري اللي حقق منافسات 50 متر راقد برقم 618-12 وكمان نجح في الحصول على المركز السابع في مسابقات البندقية ثلاث أوضاع برقم مصري وشخصي جديد هو 585 من 600 ونجح في الصعود للنهاء البطولة دي احتكاق قوي زي ما قلت لحضراتكم قبل الأولمبياد اللي يقوف على مستوى اللاعبين واللي هتكون في العاصمة الفرنسية فاريس من 26 يوليو اللي احنا فيها وحتى 11 أغسطس القادم بإذن الله بيعثة الرمال المصري هتشارك في الأولمبياد بيعثة مكونة من 11 رامي ورامية وبيجي على رأسهم الرامي العالمي عزمي محلبة والده اللي خد بطولة العالم واللي تأهل بيئة المدالية الذهبية من بطولة العالم للأولمبياد اللي بياخد بطولة زهبية في أي بطولة عالم بيتم يعني تنظمها بيتأهل مباشرة إلى بطولة العالم ونتمنى من عزمي يا رب محلبة على فكرة عزمي ليه قريب تقريبا ناسم عبدالعزيز محلبة يا جماعة تقريبا برضو قريب تاني بيلعب يعني ابن عم وتقريبا بيلعب من عبدالعزيز محلبة أنا الحمد لله ذكرتي كويسة هو برضو بيشارك وحق النتيجة كبيرة في بطولة العالم السابعة ولكن عزمي محلبة هو اللي حق بطولة العالم وتأهل بعدها إلى الأولمبياد نتمنى كل التوفيق للعبة مصر المشاركين